وأعطي الكلمة الآن لممثلة إثيوبيا سيدي الرئيس كنا جميعا نتابع تطورات الجديدة التي تمخضت خلال الأشهر القليلة الماضية بخصوص قضية الصحراء العربية وقد أحرز تقدما هاما من أجل إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بعد تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام سعادت رئيس هورست كولر وفي هذا المضمار كنا نرغب في التصويت لصالح نص المشروع المقدم للولايات المتحدة ولسوء الطالع النقاط التي أشرنا إليها خلال المفاوضات حول مشروع القرار ليكون أكثر توازنا وحيادية لم تأخذ بعين الاعتبار وتحلينا بالمرونة في النهج المعتمد وكنا على استعداد للانخراط في مفاوضات حقيقية للوصول إلى توافق الأراء المطلوب حول هذا المشروع لكننا لم نحظى بالفرصة للقيام بذلك حتى بعد أو كل ملاحظات انعكست في المشروع ولم يتم التصويت عليها بنظام الصامت وبالتالي ماك من خيار إلا أن نمتنع عن التصويت على مشروع القرار وبقول هذا أود أن أؤكد على الدور الهم الذي تطلع به بعثة المينورسو والدور الذي ستواصل عمله دعماً للمبعوث الشخصي لأسايد كولر سعياً لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية وسنواصل حث الطرفين لمواصلة التعاون عن كثب مع البعثة الوضع في كارجرات كان موضع قلق المجلس في الماضي ونود أن تنتهي تلك التوترات التي طال أمدها بالوصول إلى حل سياسي لهذه القضية ونطالب الطرفين باحترام التزاماتهما وفقاً للاتفاقات التي توصلت إليها البعثة بخصوص وقف إطلاق النار ونحن نعبر عن انشغالنا بسبب الخطبة الذي استمنع إليه مؤخراً والذي يدعو للتصعيد ونؤكد على ضرورة أن تتوقف الأطراف عن اتخذ أي إجراءات ستزيد من وتشعل من فتيلة للتوتر يجعل من الصعوبة من مكان خلق أجواء مواتية للعملية السلمية وهذا التطور الذي شهدناه مؤخراً ويجعل من الحتمية أن يدعم المجلس عمل المبعوث الشخصي ونتمنى أن تكون الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة على مسارها لتبدأ في أقرب وقت ممكن ولكن ذلك يعتمد على التعاون الكامل من قبل الطرفين جنباً إن جمع البعوث الشخصي وبالتالي نطالب المجلس بأخرى كل الأطراف لكي تعزز من مشاركاتها وتبرهن على الإرادة السياسية المطلوبة وتلتزم باستئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية وبدون أي شروط مسبقة ونؤكد أيضاً ونكرر الضرورة الحاسمة لمجلس الأمن أن يتوقف عن إطلاق أي بيانات قد تقود من التزام الأطراف بعملية السلام وكما قال المبعوث الشخصي مراراً تكراراً لا يجب أن يرى وكأن المجلس يقف بجانب طرف على حسب طرف آخر فذلك سيقود من الجهود المبذولة التي تسعى لتيسير استئناف المفاوضات ما نسعى للقيام به خلال المفاوضات هو الاستماع إلى هذا الطلب ونبدو قصار الجهد لكي يكون النص متوازن ويستطيع المجلس أن يبعث بالرسالة الصحيحة ولكن لسؤال طالع لن نستطيع القيام بذلك وأخيراً سيدي الرئيس نود أن نؤكد على موقف أثيوبيا الذي طال أمده هو الموقف الثابت الداعم لحل سياسي عادل ودائم مرضي للطرفين يصل بنا إلى حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في سياق يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وشكراً أشكر